تعالى بقى اكلمك على بعض الاخبار اللي تلعت الخاصة بملف المهاجم بعد الانتهاء من الصفقة التانية للنادي الاهلي وهي صفقة ريدا سلي ايه اللي بيحصل في ملف المهاجم؟ النهاردة فيه تقارير قالت ان ايكوبا ايكوبا مهاجم امريكي من اصول ناجيرية بيقترب النادي الاهلي من التعاقد معاه بقوة بيقترب النادي الاهلي من التعاقد معاه بقوة فبيني وبينك أنا لقيت الناس عملة تسألني وتبعتلي وتقولي الراجل ده ده الأهل ده بين الناس بتقولي أن الأهل خلاص هيتعقد مع إيكوبا فالطبيعي دورنا إن إحنا نسأل ونتأكد بالأمانة الشديدة لما سألنا وتأكدنا الناس ألت لنا بالحرف الواحد إحنا ما نعرفش مين إيكوبا ده أصلا إحنا ما نعرفوش يعني طب يا جماعة يمكن من ضمن المرشحين طب موجود في الأسماء طب في الليست اللي انتوا بتحطوا مثلا إيه ده رقم واحد ده رقم اتنين ده رقم تاتة لو ما عرفتش جيد ده جيد ده كلام من ده لأ خالص ما نعرفش حاجة عن إيكوبا ده خالص ده بيلعب فين ده بيقول مهاجم أمريكي قالوا لي لأ ما فيش أي حاجة خالص ما فيش أي حاجة خالص ليه علاقة بإيكوبا أما للأهل معنى كده إنه مش حيجيب مهاجم ركز معايا بقى في اللي أنا حقوله لك الأهل حيجيب مهاجم الأهل حيجيب مهاجم الموضوع محسوم في ناس ربط حتة المهاجم دي بالمصاريف الكتير اللي صرفها النادي الأهل في صفقتين إمام عشور وريدا سلي ماشي وريدا سلي ومعنى إن الأهل صرف حوالي ما يقرب من خمسة مليون دولار فكده الأهل حيبخل شوية في حتة المهاجم ممكن ما يجيبشه ولو جابه حيجيب حيدفع فلوس قليلة كلام من ده الكلام ده مش حقيقي بالمر الأهل المهاجم الكويس اللي حيلاقيه حيجيبه المهاجم الكويس اللي عايزه كولر حيجيبه لو مهاجم ب2 من لليون دولار الأهل حيدفع تمام لو المهاجم بأكتر من كده بشوية حيدفع حيجيب لأن دي رقمت المدرب والناس عندهم حرص شديد على تنفيذ رغبات كولر رغبات كولر هل هي بتتوقف عند المهاجم؟ أيها بتتوقف عند المهاجم يعني آخر صفقة للنادي الأهلي هعيد للمرة التالتة آخر صفقة للنادي الأهلي هي صفقة المهاجم هم تلت صفقات فقط لا غير للنادي الأهلي خلاص؟ طيب موضوع جوستافو لسه قائم جوستافو سوزة بس النسب دلوقتي النهاردة هو بالتحديد بقولك النسب ببتدت تقل شوية الراجل المتمسك بالأهلي زي ما قلت لكم آه بيضغط بيضغط بس واضح إن إيه؟ الموضوع رايح في طريق مسدود النهاردة رايح في طريق مسدود شوية لكن لازالت الفرص قائمة النسب بتقل بس الفرص قائمة ده فيما يتعلق بجوستافو سوزة بخلاف اللعب اللي ما قلت لكم هو البديل ليه اللي النادي الأهلي ماشي في المفوضات معاه بكل تأكيد قبل ما أكلمكم في موقف تحت السن الناس في النادي الأهلي مش متعجلين عما في المهاجم حيجيبه هاجم حيجيبه بس المبرر إيه؟ المبرر إن هم بيشوفوا كولر عايز سوزة فمستنين سوزة لآخر لحظة وشايفين لسه فيه 3-4 أسابيع وبالما المسم الجديد يبتدي فيه 3 أسابيع أجازة أصلا مش عافية فهياخد نفسك في المفوضات المهم إن أنت في الآخر هتحقق الهدف المطلوب والمنشود هو التعاقد مع مهاجم عشان تكون دي آخر صفقات النادي الأهلي هذا الموسم بشكل رسمي وموضوع موضوع وقت فقط لا غير